القضايا اللي متعلقة بفاطمة فوق مستوانا يجي ينفي والله ليش تقولون أن الزهراء أمه أيمن سلام الله عليها جاءت إلى بيت الزهراء معت خطيب حقيقة تألمت في الواقع ينقل رواية يقول ليش نقبل هاي وما نقبل هاي أن الزهراء طحنت بالرحة حتى مجلت يداها هو يقول رائع أنا أم يقول رائع وكنست البيت حتى تكدأ تمزقت أو توسخت ثيابها أو سودت أو تكدرت مختلف العبارات أو دكنت ثيابها لا بأس كذا وكذا يقول ماكو داعي أنه نقول جبرائيل كان مثلا يطحان على أي أساس جبرائيل يعني هاي خلاص خلصت ليش ليش أردعرف ليش الملائكة مو كانت تدخل تخدم مريم ابنة عمران مو كانت تجي تخدم مريم ميش لما نوصل للزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين يريد نجردها من القضية الربانية نعيشها بحساباتنا المادية القاصرة الضعيفة هم مؤيمن تقول أتيت إلى بيت الزهراء فكانت نائمة ها؟ ولكني وجدت الراحة تدور دنيا حارة والزهراء صائمة في الرواية الراحة تدور ومهد الحسين يتحرك تقول ونظرت كفاً ولم أرى شخصاً بس إيه بالقرب من فاطمة تسبح الله وأسمع صوت التسبيح أم أيمن أمرأة من نساء الجنة ذكرت لك البارحة تركت القضية جاءت إلى رسول الله يا رسول الله وهي مربية فاطمة ومربية النبي أيضاً مرة كبيرة يا رسول الله رأيت عجباً ما رأيت أعجب منه اليوم ها؟ قال ماذا رأيت؟ قالت رأيت كذا وكذا ابتسم النبي قال لا تعجبين إن الله عز وجل ها؟ سخر ملائك يخدمون ابنة نبيه فأحدهم يطحن والآخر يهز مهد الحسين والآخر يسبح نعم إذا رأتهم طحنة ميدها لا ننفي هذا الجانب ونرجح أحد الجانبين على الآخر بلا مرجح هذا موجود وهذا موجود يعني شنو إذا الملائكة خدمة ببيت فاطمة شبيرة على الله شكراً آخر شبيرا brukّو لقد عدتيم